اشتركوا في القناة الحرس الوطني واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كما حضرها سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس جهاز المخابرات الوطني وسعادة رئيس هيئة الأركان وسعادة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة رئيس الأمن العام وسعادة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي وعدهم كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخافرات الوطني ورفع الجميع إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله أطيب التهاني والتبركات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سألين الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالته بدوام الصحة وموفور العافية والعمر المديد ويحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالته الحكيمة نعمة الأمن والأمان والتقدم والإزدهار وقد باد لهم جلالته رعاه الله تهاني بهذه المناسبة المباركة داعيا المولى تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات والمسرات وعرب جلالته عن فخره بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني شاكرا ما يبذلونه من جهود كبيرة ومخلصة لحماية وحدتنا الوطنية وتطبيق القانون والذود عن المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم كما أثنى جلالته على التنسيق والتعاون المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ستبقى بإذن الله آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة وستظل رايتها خفاقة شامخة معربا حفظه الله عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل البحرين جميعا والنابع من وعيهم بأن المسئولية مشتركة في البناء من أجل نهضة الوطن وأمنه وأبلغ جلالة الملك المفدة القائد الأعلى يده الله بالحضور بنقل تحياته وتهانيه بشهر رمضان المبارك إلى كافة رجالنا البواسل في مختلف مواقع عملهم السامية داخل المملكة وخارجها مبتهلا إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم لشهداء الوطني البواسل بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جنته